فيد أبو فلاح لست أدري أن كنت تتفق مع الخيارات التي طرحها الدكتور نهاد خنفر ولكن لو فرضنا جدلا أن التأجيل قد صار واقعا وأمرا حقيقيا وأن لا مناصة من ذلك وفوريس جونسون يريد أن يعلل الجمهور وطالبه الاتحاد الأوروبي بالبديل ما هو البديل؟ التأجيل أصبح بتقديري هو قانون اليوم اللوردات صوتت على القانون الذي أقره البرلمان وبالتالي الآن فقط ينتظر توقيع الملكة وهذا كما يقال تحصيل حاصل وبالتالي مسألة الخروج بدون اتفاق هذه مسألة محسومة الآن مطلوب من بوريس جونسون أن يذهب الاتحاد الأوروبي ويطلب ويسعى إلى ديل جديد وأنا أتفق مع قال الدكتور خنفر بأن الاتحاد الأوروبي لن يعطي طوق النجاة لبوريس جونسون بالعكس سيشدد الخناق عليه وبالتالي التمديد هو الأقرب إلى الواقع الآن ما هي خيارات بوريس جونسون؟ يوم الإثنين سيقدم هذا المشروع سيفشل هذا المشروع أمامه خيارين إما الاستقالة وهو صرح بأنه لن يستقيل وقد يتراجع طبعا يعني معروف بوريس جونسون أنه يقول الشيء وعكسه وبالتالي ويتراجع عن هذه التصريحات لكن لا أدري إذا أسعفنا الدكتور خنفر في قضية دستورية أعتقد هناك مدخل دستوري لبوريس جونسون وهو يقدم قضية أن يسحب الثقة من نفسه يعني بالتالي هو لا يستطيع أن يقدم يعني لن يستقيل من رياسة الحزب ولكن يقول بأنه غير قادر على إدارة الحكومة وبالتالي قد تبدو بأنها وكأنها استقالة لكنها ليست في الواقع هي استقالة لنسأل عنها دكتور نهاد خمس